ردا على الحرب في غزة يشن المتمردون الحوثيون في اليمن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر الولايات المتحدة وصفتها بهجمات غير مسبوقة على التجارة العالمية وبدأت بمعية بريطانيا بقصف مواقع الحوثيين كما تعتزم ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إرسال سفن حربية إلى المنطقة فما مآلات هذا التصعيد وكيف هي حسابات إيران والتنظيمات المسلحة الموالية لها في الشرق الأوسط تدعية هذا التصعيد على التجارة العالمية باتت منذ الآن ملموسة اتشتكي قطاعات كثيرة من نقص الإمدادات بل وتوقف الإنتاج على ضوء ذلك نتسأل هجمات الحوثيين هل بلغت الحرب منطقة الخليج؟ أرحب بكم مشاهدين الكرام إلى برنامجكم الحوار بتوقيت برلين كما أرحب بضيوف حلقتنا الكرام وهو الدكتور ناجح العبيدي الخبير في شؤون السياسية والاقتصادية وليد الشيخ الصحفي والمحلل السياسي وينضم إلينا من العاصمة النمسوية ذيين عبر خدمة سكايب الأستاذ توفيق الحميدي الناشط السياسي والحقوقي ناجح رغم الضربة الأمريكية البريطانية ومقايضة الحوثيين بوقف هجمتهم على السفن في البحر الأحمر أو إعادتهم إلى قائمة الإرهاب لأنهم مستمرون في استهداف السفن على ماذا يراهنون؟ يعني الحوثيين يراهنون على توظيف القضية الفلسطينية من أجل الكسب السياسي والشعبي يعني واضح أن القضية الفلسطينية هناك تعاطف شعبي في اليمن أيضا وفي البلدان العربية عموما وهم يحاولون أن يلعبوا على هذا الوتر الحساس متجاهلين بالدرجة الأولى طبعا مصالح الشعب اليمني أول المتضررين من تعطيل التجارة العالمية هي اليمن نفسها يعني هناك تراجع كبير في المساعدات الإنسانية نحن إذا بلد يوصف من قبل الأموة المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم ولكن هذا طبعا لا يهم الحوثيين كثيرا لأنه أيضا هم ينفذون أجندة إيرانية تهدف إلى توسيع نطاق الحرب ولكن دون دخول في مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل طيب أستاذ توفيق الواضح أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد اختفت من المشهد الإعلامي لا أحد يتحدث عنها في الوقت الرهن وقد سرق الحوثيون الأضواء في الإعلام العربي باعتبارهم مناصرين للفلسطينيين وما إلى ذلك كما تقول شعارتهم هل تعتقد بأن موقفهم ومهاجمتهم للسفن في البحر الأحمر قد أفادتهم سياسيا في مناكفة خصومهم على الهيمن على اليمن؟ أنا نساء الخير لك أولي ضيفيك الكريمين ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة أهلا بك أنا في اعتقادي الحوثيون اليوم يعملون من أجل ثلاث مسارات مهمة الأمر الأول متعلق بالجماعة داخليا هذه الجماعة الوحدة الداخلية لها مرهونة بوجود خطر خارجي وبالتالي خلال السنوات السابقة والحرب مع التحالف العربي على رأس المملكة العربية السعودية اليوم كادت أن تنتهي أو تتلاشى بسبب هذه الهدنة وبدأ الحوثيون يتحدثون عن الحرب الناعمة بمعنى حرب تنقية الصف الداخلي من العملاء والمتعاونين مع التحالف حتى قاءت حرب غزة فوقدوها فرصة ليتقدموا خطوة إلى الأمام ويعلنوا حربا عالميا من أجل أن تحفظ صفهم الداخلي وتسكت كافة الأصوات لأن هناك حتى أصوات داخل هذه الجماعة يمكن أن تعلو صوتها عاليا في حالة الاستقرار والاستثباب الناحية الثانية هو ما تحدث به ضيفك الكريم اليوم هناك حالة من الاستثمار الكبير من يتابع الصحف الصادرة في صنعها أو التغريدات التي صدرت من قيادة جماعة الحوثي سيدرك تماما أن هناك هدف سياسي واضح من حرب غزة يعني لدرجة أن المؤحدة المتحدثين يتحدث يقول نحمد الله أننا قصفنا كما قصفت غزة أمس إحدى الصحف الحوثية بالبنط الكبير تقول إذا جاء أنصار الله والفتح اليمن أصبح قوة إقليمية وشعبية وبالتالي هذا الاستثمار وهذه الفرصة لا يمكن أن يطرقها الحوثيون مطلقا لأنهم يريدون على الأقل أن يكسبون تعاطف على المستوى الشعبي بالنسبة للحكومة الشرعية للأسف الشديدة الحكومة الشرعية أصبحت مرهونة بوظيفتها التي أنشئت من أجلها في عام 22 في المملكة العربية السعودية وهي توقيع اتفاقية سلام مع الحوثيين وبالتالي أصبح قرارها اليوم مسلوب وغير قادرة أو ليس لديها خيارات كثيرة اليوم أن تتحرك في المسار الحالي للأسف الشديد طيب إذن رهانات مختلفة للحوثيين أوجزها هلوست التوفيق في ثلاث نقاط لكن هناك نقطة رابعة تعتبر ورطة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بحسب خبراء وهو أن التدخل لضرب الحوثيين وإعادتهم إلى قائمة الإرهاب سيعرقل عملية توقيع اتفاقية سلام بينهم سلام بينهم وبين المملكة العربية السعودية كيف تنظر إلى هذه النقطة تحديدا؟ أنظر لها برد محمد بن سلمان على بلينكين وزير خارجية الأمريكية في إزاراته للسعودية حينما ذهب إليه ليقول له إننا معكم في نفس المركب ونضرب الحوثيين الذين كنتم تضربونهم فالرد عليه كان أن الأولوية هي لإيقاف الحرب في غزة فورا وفي وضع سلام عادل شامل بين الفلسطين والإسرائيليين لأنه يعرف بن سلمان أن الحوثيين كسبوا شعبيا داخليا داخل اليمن كما قال الضيفين الكريمين وأيضا كسبوا عربيا بالمقابل شعبية الإمارات والسعودية على سبيل المثال تراجعت في الرأي العام العربي وفي الشارع العربي مقابل ارتفاع حتى شعبيت حماس حتى بلينكين حين ذهب إلى الأردن وإلى السعودية الأردنيون قال له أن 70% من من تم استطلاع رأيهم في أحد استطلاعات للرأي حاليا يؤيدون حماس وكذلك شعبية الحوثيين زادت ونحن نتذكر صدام حسين حينما غزى الكويت وكانت هناك حرب عليه قام بقصف إسرائيل بالصواريخ ليأخذ شعبية عربية واستطاع فيها الحصول على شعبية إلى حد ما من القوميين والناصريين وأعداء إسرائيل لكن في نفس الوقت أعتقد أن الصراع بين الحوثيين والولايات المتحدة رغم كل ذلك محسوب لا يخرج إلى خارج النطاق على سبيل المثال تيم كليندرريك المبعوث الأمريكي لليمن حاليا موجود يعد الخطوات النهائية لعمل اتفاق سلام بين السعودية واليمن بمعنى أنه حتى البيان الأمريكي أو وضع الحوثيين كمنظمة إرهابية بعد ثلاثين يوما ولو توقفوا سنخرجهم أي أن الأمر كله سياسي وليس أمني بمعنى أن لو حوثيين حركة إرهابية فعلا كان يجب فورا وجعلهم حركة إرهابية لكن حين تقول لهم لو فعلتم كذا سأخرجكم من القائمة معناها أنك تستخدم هذا لأهداف سياسية ألا يضع تقييمات الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمات بحسب انتمائها للإرهاب من عدمه بهذا المنطق الذي تفضلت بالإشارة إليه يضعه محطة تساؤل وانتقاد بالضبط هذه مشكلة الولايات المتحدة والغرب بوجه عام حين لا تعجبهم حماس يضعونها حركة إرهابية أو حزب الله أو الحوثيين بينما لو قامش جهة أخرى لمصلحة الولايات المتحدة أو الغرب لا يعتبرونها إرهاب الإرهاب تقوم بها أطراف كثيرة في العالم هناك باعتبار أن ما قالته الولايات المتحدة وقالته بعض وزراء الخارجية الأوروبيين ومنهم ألمانيا أن هذا اعتداء لا يمكن قبوله في البحر الأحمر وعلى السلام الإقليمي أيضا إسرائيل تقوم باعتداء لا يمكن قبوله وهذا ما قاله الأمم المتحدة وما قاله جوترش أن هذه لحظات الحقيقة قال هذا الكلام في أكتوبر وحتى الآن الاعتداء مستمر ما تعليقك ناجح؟ أنا أرى الموقف الحوثي هو يرتبط بخطأ جسيم ارتكبته إدارة بايدن بايدن أولا قامت برفع اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب ثم أيضا ضغطت على السعودية من أجل تغيير سياستها ونحن نتذكر بايدن وطريقة الجفاء الذي عمل به ولي العهد السعودي في زيارته للسعودية ورفضه المساعدة وطبعا هذه السياسة الخاطئة دفعت السعودية للتوجه إلى إيران يعني هذه السياسة فهمت بشكل خطأ من قبل الحوثيين ومن قبل الإيرانيين فهمت كأنه محاولة الاستطداء كهناك ضعف في الموقف الأمريكي وهذه النتيجة يعني هذه الاستهتار والاستهانة بمصالح اليمنيين نلاحظها اليمن فيه جبهات عديدة هناك صراع بين الحوثيين والحكومة اليمنية هناك صراع بين الانفصاليين والداعين للوحدة اليمنية وهناك داعش وهناك القاعدة والإرهاب ومشاكل عشائرية كثيرة في السعودية وصراعات إقليمية ثم الآن يأتي الحوثيون ويفتحون جبهة جديدة من خلال الهجوم على الملاحة البحرية في البحر الأحمر وكما قلت المتضرر الأول هو الشعب اليمني وبعده يأتي أيضا طبعا الدول المتشاطئة العربية بالذات المتشاطئة على البحر الأحمر وخاصة مصر قلت بأن إدارة بايدن ارتكبت أخطاء في تعاطيها مع الملف اليمني ومع الحوثيين تحديدا لكن إدارة بايدن لسان حالها يقول بأن آخر الدواء الكي هكذا وصفت أو تصرفت واشنطن مع الحوثيين إذ نفدت بمعية بريطانيا عدة ضربات لمواقعهم وهناك توجه لانخراط عدد من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا في التحالف الأمريكي نتابع طائرات مقاتلة تقلع وهدفها هو مواقع ميليشيا الحوثي في اليمن الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الحليفة تنفذ عشرات الهجمات بحجة الدفاع عن النفس ضد هجمات الحوثيين على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر الاتحاد الأوروبي يدعم هذه العمليات العسكرية باعتبار أنها تهدف إلى استقرار الوضع في البحر الأحمر وتريد ألمانيا أيضا المشاركة بإرسال فرقاطة إلى المنطقة في اليمن يخرج آلاف الناس إلى الشوارع لتظاهر ضد من يعتبرونهم المعتدين أي إسرائيل والولايات المتحدة وإشارات التصعيد تأتي من القادة الحوثيين أيضا إن العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون عقاب ولن يمر دون رد ودون عقاب ميليشيا الحوثي أشيائية المدعومة من إيران تسيطر على أجزاء كبيرة من اليمن ومنذ بداية حرب غزة يصور الحوثيون أنفسهم على أنهم حلفاء لحماس فهل تقع الولايات المتحدة وحلفاؤها في فخ جي سياسي في اليمن ليس الولايات المتحدة لوحدها هناك دعم بريطاني وهناك أيضا دعم من الاتحاد الأوروبي سأستاذ توفيق ألمانيا تعتزم إرسال فرقاطة هيسن إلى البحر الأحمر في ظل انقسام أوروبي واضح خاصة وأن إيطاليا وفرنسا رفضت الانخراط في مهمات عسكرية في البحر الأحمر ما هي القيمة المضافة التي يضفيها الموقف الأوروبي الجديد في البداية هناك أمر أريد أن أوضح قضية تدخل الحوثيين في حرب غزة ربما لم يكن مفاجئا منذ الحرب الأولى لغزة كان هناك تصريحات إيرانية وإشارة واضحة إلى أن جبهة اليمن سوف تتحرك بمعنى أن اليوم العامل الأساسي أو الصراع الأساسي هو بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأرضية على الجغرافية اليمنية الناحية الثانية أن التهديدات بقصف جماعة الحوثي بدأت مبكرا حتى في يوم قصف صنعا وضمار وتعز كان هناك تسريبات من عدد من الوكالة أنه سيتم قصف اليوم مواقع لجماعة الحوثي مما كان هناك استعدادات كبيرة وربما نقل أهم أسلحتها ومنصات الصواريخ من تلك المنطقة النقطة الثالثة أن تصنيف جماعة الحوثي اليوم يختلف تماما عن تصنيف ترامب ترامب كان صنف جماعة الحوثي بأنها جماعة إرهابية أجنبية بينما تصريع اليوم التصنيف الجديد بأنها إرهابية دولية وهي أخف من حيث التصنيف من حيث العقوبات على جماعة الحوثي الناحية الثالثة ردود الفعل الحوثية لم تأتي من اليمن آتت من المتحدث الرسمي في سلطنة عمان يعني الذي أريد أن أقوله أن اليوم هناك صراع ربما إعلاميا ظاهريا بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي لكن الحقيقة أن هذا الصراع محسوب بدقة جدا اليوم دخول العامل الأوروبي إلى البحر إلى داخل باب المندب هو في حقيقة الأمر سيضفي نوع من التعقيدات الموجودة في هذه المنطقة القائدة الصينية العسكرية المتواجدة هنا بدأت مع أول عملية قرصنة صومالية للسفن التجارية في السابق واستمر الوجود الصيني حتى هذه اللحظة بمعنى اليوم سوف نشاهد عسكرة دائمة أوروبية أمريكية بغطاء من الأمم المتحدة وهذا بلا شك إنعكاساته اليوم أو غدا أو في المستقبل سيكون على اليمنيين بالدرجة الأساسية وبالتالي سيقف الأوروبيون والأمريكيون أمام إشكالية كبيرة وبالتالي حاولت الخارجية الأمريكية أمس باعتقادي أن توضح بأن تصريحات العمولات ودخول البضايع ستكون متاحة حتى لا يدخل اليمنيون في أزمة إنسانية معقدة تضاف إلى أزمتهم الحالية طيب إلى جانب الأزمة الإنسانية هناك أزمة سياسية والمتضرر منها هو اتفاق السلام المزمعي توقعه بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية الحوثيون هددوا بقصف السعودية وقصف الإمارات في حال دخلت في التحالف الأمريكي ضدهم هل تستطيع دول الخليجة الوقوفة على الحياد إلى ما لا نهاية أم أن تدعية هذا الصراع قد تجرهم إلى براثينه أعتقد أن الدخول مع الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا في حرب ضد اليمن سيكون أثره كارثيا على سمعة السعودية والإمارات وأي دولة تدخل في هذا الصراع رغم أن تم الاعتراف أن السعودية أسقطت بطيارات يوروفايتر بعض الصواريخ الحوثية التي كانت متجهة إلى إسرائيل وتم تثمين هذا في جانب الألماني حتى لكن هذا شيء والدخول في حرب مرة أخرى مع اليمن شيء آخر محمد بن سلمان يعمل على رؤية السعودية 20-30 و20-50 فهو يريد الاستقرار في المنطقة ويريد الابتعاد عن الفخ في اليمن عن وحل اليمن واليمن معروف السعودية والإمارات دخلوا فيها ماذا حدث لهم ومصر في السابق ماذا حدث لها أي دخول بري أو دخول في حرب في اليمن سيكونه مصير الفشل لأي قوة تدخل كما حدث قبل ذلك في أفغانستان مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وكما حدث في العراق لكن في نفس الوقت أرى أنه محسوب أن الحوثيون ضربوا عدة صواريخ واقتحموا بواخر لم يسقط قتيل واحد أو ضحية واحدة من من تم اقتحامهم أو الهجمات الهجمات دائما محسوبة وحتى الضربات الأمريكية واضح أنه تم إبلاغ الحوثيين أنها ستتم أين ولذلك عدد الضحايا كان قليلا جدا الذين ماتوا ومعظم الضربات ضربات تحذيرية والمبعوث الأمريكي موجود حاليا لإكمال صفق السلام يعني كان بالأحرى لو أن هناك قطيعة حقيقية بين الولايات المتحدة والحوثيين أن أمريكا تسحب مبعوثها لن نقوم بعملية السلام بل بالعكس الرجل يكمل طريقه ومحمد بن سلمان قال ذلك الولايات المتحدة أننا نريد إكمال الهدنة وإكمال التفقيد السلام وحل قضية السلام هذا هو الحل الأفضل طيب إذا كانت هذه الصراعات أو الضربات بين الطرفين الأمريكي والحوثي محسوبة هل الموقف المصري أيضا محسوب أين تتموضع مصر في ظل كل هذه المواقف كما هو واضح مصر تقوم بالإعلام الرسمي لها قناة القاهرة وقناة إكسرا نيوز تقوم بوصف إسرائيل بالاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية الإسرائيلية بصورة رسمية واضحة وتصريحات المسؤولين واضح أنها ضد ما يحدث في غدا وبالطبع ضد التهجير الفلسطينيين بصورة قاطعة وأيضا في نفس الوقت مصر تخسر في قناة السويس بسبب ما يحدث في باب المندب وعلى سبيل المثال هناك إسرائيل تخسر 5% من الاقتصاد الإسرائيل يمر عبر إيلات إلى باب المندب ولذلك تضررها قليل مقارنة بمصر على سبيل المثال أو حتى مقارنة بالعالم وتأخر سلاسل التوريد ومد 11 يوم عن طريق رأس الرجاء الصالح للوصول من أوروبا إلى آسيا وهذا يزيد التضخم ويقوم بأثر عكسي على الاقتصاد العالمي لكن في نفس الوقت العملية محسوبة على سبيل المثال لماذا قام الحوثيون بذلك ولم تقم إيران بذلك في مضيق هرمز كان يمكن لإيران أن تقوم بذلك في مضيق هرمز لكن مضيق هرمز يخرج منه 90% من نفط الخليج المتجه إلى الشرق الأدنى والأقصى وهذا للصين ضرر للصين أيضا الحوثيون قاموا بذلك في هذه الفترة حتى نهاية أو منتصف أو نهاية يناير لأن الكريسماس في أوروبا وعيد السنة القمرية في الصين الاقتصادية تباطئ فيه ولذلك تقل الشاحنات ولذلك هي عملية محسوبة بين عد الأصابع بين الطرفين طيب سنعود إلى تدعياتها الاقتصادية ولكن قبل ذلك سنقف في ملخص نعرض فيه أهم تدعيات الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية بداية على شركات النقل البحري وثانيا على الاقتصاد العالمي برمته نتابع سواء كانت حاويات شحن أو ناقلات نفط المتمردون الحوثيون يطلقون النار على السفن التجارية في البحر الأحمر ويختطفونها مع طواقمها وهذا على الطريق البحري الرئيسي بين أوروبا وآسيا الذي يمر عبره سنويا ثلث السفن التجارية في العالم والآن تتجنب العديد من السفن البحر الأحمر وتبحر حول إفريقيا لمسافة أطول بخمسة آلاف كيلومتر وهذا من شأنه أن يضاعف وقت النقل ويزيد من تكاليفه بنسبة خمسين في المائة على الأقل في ألمانيا تشكو شركات كبرى من نقص الإمدادات كشركة تيسلا للسيارات في براندنبورغ قرب برلين حيث توقفت إلى حد كبير خطوط الإنتاج لمدة أسبوعين بسبب نقص واردات البطاريات من الصين وبحسب الدائرة الأوروبية لشؤون الخارجية تبلغ حاليا الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هجمات المتمردين الحوثيين حوالي 360 مليون يورو في الساعة فما مضى الضرر الذي تسببه هجمات الحوثيين للتجارة العالمية على كل حال شركات ملاحة عالمية مثل شركة ميرسك الدنماركية وهاباك لويد الألمانية جددت تأكيدها على أن الملاحة في البحر الأحمر أو عبر البحر الأحمر ليست آمنة وما زالت سفنها أو بعض سفنها تمر حول رأس الرجاء الصالح لماذا لم يشجع التدخل الأمريكي البريطاني عودة الملاحة عودة هذه الشركات العملاقة للإبحار عبر باب المندب يعني في تقدير التدخل الأمريكي لا زال في بدايته وسننتظر نتائجه ولا يمكن في تقدير التهوين من الضربات الأمريكية على الحوثيين الحوثيين يخسرون أيضا في ترسانتهم العسكرية من مسيرات ومن صواريخ ويعني المشكلة الأكبر هي طبعا تعثر سلاسل الإمداد بين أهم كتلتين اقتصاديتين يعني آسيا وبما فيها الاقتصاد الصيني والهندي وبين الكتلة الأوروبية وهذا ما أدى إلى تعطل الإنتاج في مصانع كثيرة كما لاحظنا في مصنع تسلا العملاق في ضواحي برلين ولكن في تقديري هذه النتائج ليست كبيرة ولن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وسيتم استيعابها طيب هل تتفق مع هذا الطرح استتوفيق بأن استهداف الحوثيين للتجارة العالمية عبر قصف سفن بعينها تمر من باب المندب لن يكون له تأثير كبير اليوم جماعة الحوثي هي تريد أن توفق بين أمرين اثنين الأمر الأول المتعلق بالجانب الأخلاقي بمعنى أنها تريد وتعلن أنها تستهدف فقط السفون الذاهبة إلى إسرائيل التي ترفع العالم الإسرائيلي من أقل أن توجد نوع من المشروعية والأخلاقية بحسبها أنها من أقل غزة ضد عدو يهاجمها في هذه اللحظة في نفس الوقت لا يمكن أيضا أن تتهرب من الضرر الذي يحدث على الاقتصاد العالمي أنا باعتقاد أن اليوم الذين يدعمون الحوثيين بدرجة أساسية إيران وربما قوى أخرى هي أيضا تريد أن تدخل الأوروبيين إلى حالة استنزاف ثالثة يعني اليوم حالة الاستنزاف للاقتصاد في أيام وباء كورونا ثم أتت الحرب الأوكرانية ثم اليوم أتت الحرب الثالثة التي هي حرب غزة وباعتقادهم اليوم يعولون على أن القارة الأوروبية بدرجة أساسية غير قادرة على أن تتحمل تكاليف اقتصادية كبيرة يعني في هذه اللحظة وبالتالي نحو اليوم العالم بين المطرقة والسندان يعني حتى الاقتصاد الصيني سيتضرر في الفترات اللاحقة يعني إذا استمر الأمر على ما هو عليه وإذا تحول باب المندب إلى حالة مواجهة مستمرة اليوم الهند على سبيل المثال أصبحت ترسل الفرقاطات العسكرية لحماية السفن الهندية يعني قد نشاهد غدا أن الصينيين ربما قد يتحركون إذا انفلتت الأمور أو خرجت عن مسارها وبالتالي وجود الأوروبين هذا كله باعتقاد يجعل العالم أمام شفير كارثة اقتصادية حقيقية ما لم يتم تداربها أشكرك جزيل الشكر الأستاذ توفيق الحميدي الناشط السياسي والحقوقي كنت معنا من فيينا وأشكر ضيفينا في الستوديو الدكتور ناجح العبيدي كما أشكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي وليد الشيخ والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام نهاية برنامج بتوقيت برلين وهذا أحمد عبيدى يحييكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة